لا تزال أزمة ندرة في عدد كبير من الأدوية يتجاوز المائتين نوعا أغلبهم مستورد مطروحا وبشدة لدى المرضى والصيدليات على حد سواء فيما سجل فقدان تام لنحو الستين نوعا آخر في السوق رغم أنه مصنوع محليا من جانبها الوزارة الوصية تؤكد أنه لا وجود لهذه الأزمة أما الواقع مرضى في رحلة بحث متواصلة عن بعض الأدوية التي لا زل الأطباء يصفونها رغم علمهم بعدم توفرها في الصيدليات ما جعل المرضى من دون أدوية مع إمكانية استمرار فقدانها في السوق الوطنية لأشهر إضافية النقابة الوطنية للصيدلة في كل مرة ترفع انشغالتها للوزارة الوصية لتحرير دفاتر شروط استيراد الأدوية في شهر أوت من كل سنة للتصدي لأزمة الندرة وحماية السوق الأدوية من التذبذب الذي سيطر عليه سوء تنظيم هذه المعطيات وأخرى جعلت بعض الصيدليات تنتهج سياسة توفير الأدوية عن طريق ما يعرف بتجارة الكابة لتلبية القليل من احتياجات المريض الذي يعاني في صمت هذا الأخير الذي لم تتوقف مشاكله في قطاع الصحة عند توفير الدواء والعلاج الجيد بل تعدت إلى وقوفه أمام صيدليات مغلقة في أوقات الليل لم تلتزم بنظام المناوبة الذي طالب الصيادلة من جهتهم بتوفير شروط الأمن والتكثيف من دوريات الشرطة خلال هذه الفترة لحمايتهم من المنحرفين ومساعدتهم على القيام بواجبهم على أكمل وجهه ترجمة نانسي قنقر